فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية ولهذا الصحابة رضي الله عنه لما قاموا رمضان في خلافة عمر رضي الله عنه خلف إمام واحد صلوا 23 ركعة لأنهم خففوا الصلاة وزادوا في عدد الركعات رحمة بالمأمومين بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 أو 13 لكنهم لا يطيقون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فهم خففوها مع زيادة العدد رحمة بالناس ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد في رمضان عددا معين بل رغب في القيام وقال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولم يحدد عليه الصلاة والسلام